مجموعاتنا في دوري الأبطال ايه رأي حضرتك فيها دياما يانج أفريكانز وشباب بلزداد بص احنا عادة الاهلي رحمكم لهم عادة النادي الاهلي في دوري المجموعات بقاله كذا سنة مش احسن حاجة يعني يعني الاهلي بيبدأ البطولة بعد دوري المجموعات فاحنا بصرف النظر عن الاسامي شباب بلزداد يانج أفريكان عماش مع سانداونز والهلال يعني ما انا بقولك يعني مش بنبص قوي على البطولة في دوري المجموعات اتمنى للسنة دي ان احنا نظهر بشكل مميز لكن احنا لغاية اخر بطولة السنة فات لما اخدناها كنا عاديين على ضرب الجزاء ما بين الهلال والهلال ضيع فاحنا كملنا وبعد كده اخدنا البطول فاتمنى السنة دي ان احنا ناخد الموضوع من الاول ونخش على دوري المجموعات بشكل قوي جدا ويبقى الاداء قوي من اول يعني من الاول من البدايات لكن انا شايف المجموعة مع احترامي عادية المجموعة عادية خالص يصعب منها من دلوقتي كده الاهلي واحد اتنين وراه شباب بلزداد ده الطبيعي وده المنطقي لكن كورت القدم لا تعترف الا باللي بيديها اللي بيركز اللي بينفز اللي عنده روح اللي عنده اهتمام عنده تركيز النجيلة مختلفة ما لش يعني انا دايما نقول ان الملعب يعني مختلف النجيلة مختلفة برا الملعب ده انت ممكن تقول احسن فرق او احسن و احسن كله نظري لكن الملعب اللي بيترجم الكلام ده بقى هو اللعيبة الاهتمام التركيز الهدف انا عايز اضيف بطولة تانية بطولة افريقيا تانية صح يعني انا خدت المقب خدت عشرين تلاتة وعشرين وخدت عشرين واحد وعشرين صحيح وثلات وعشرين اخد اربعة وعشرين كمان يعني اضيف احنا بطولات افريقيا عزيزة علينا قوي وجمهور الاهلي بيحب بطولات افريقيا يعني اوه يكسب دوري لكن لما بيخد بطولات افريقيا بتبقى لذيذة لها طعم لها طعم مختلف فاعتقد ان المجموعة فيه مجموعة موجودة مع الفرقة ما خدتش كاس افريقيا قابل كده ما خدش طولة افريقيا قبل كده فلازم يضيفه ولازم يكسره الاركام وده مهمة مين بقى؟ مهمة كلر كلر هو الشخص المعني بتجديد الدوافع بتاعة الفريق لو ماقدرش يعمل ده هتبقى صعبة لازم يجدد الدوافع ولازم يوجد الأهداف الجديدة والدوافع الجديدة وإصرار وعزيمة على أن احنا ننسى خلاص احنا خدنا بقى كاس أفريقيا اللي فات بتاع الوداد وكسبناه خلاص ده ترمى ورانا بقى في الدولاب البطولات زي ما بنقول كاس عالم قندية عندك الشهر الجاي وعندك بطولة قادمة كل ده تجديد دوافع لازم يشتغل عليها عشان اللعب بدون الحتة دي هتلاقي فيه عارف عادي أداءه عادي فيه رتابة في الأداء فيه روتين في الأداء لكن لما أنت بتجدد له الدوافع وتحط له هدف جديد قدامه بيشتغل عليها